اشتركوا في القناة قد سلم الرسالة الى صاحب الجلالة معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية هذا اليوم كما نقل الى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس المصري واصدق تمنياته لشعب مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والرفعة ورحب جلالة الملك المفدى بوزير الخارجية المصري وكلفه بنقل تحياته الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته الطيبة لشعب مصر العزيز بدوام الرقي والتطور واكد جلالته اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين ومصر الشقيقة من روابط الاخوة الراسخة وبما وصل اليه التعاون الوثيق من مستوى متقدم على كافة المستويات منوها حفظه الله بمثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون وتشاور والتنسيق ازاء مختلف القضايا بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين واعرب جلالة الملك المفدى عن تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل الذي يمثل شريان حياة للشعب المصري الشقيق ودعمها للجهود الحميدة التي بذلتها الولايات المتحدة الامريكية للتوصل الى اتفاق بين كل من مصر والسودان واثيوبيا فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة مؤكدا رعاه الله ان امن مصر ركيزة اساسية في الحفاظ على الامن القومي العربي كما ثمن العاهل المفدد دورة تاريخي الريادية لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حماية الامن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين الاشقاء العرب وتعزيز اسس السلام والامن والاستقرار في المنطقة ومن جانبه اثنى الوزير سامح شكري على دور حضرة صاحب الجلالة وجهوده في تطوير العلاقات البحرينية المصرية مؤكدا اعتزاز مصر قيادة وشعبنا بالمواقف العربية الاصيلة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تجاه مصر وشعبها ودورها المشرف في دعم العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر